يواصل التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي تنفيذ فعاليات مبادرة كتف في كتف أكبر مبادرة حماية اجتماعية في مصر ودشن التحالف في محافظة كفرشيخ فعاليات شهدت توزيع 21 ألف صندوق مواد غذائية إلى جانب توزيع الهدايا على الأطفال ضمن الجهود التي تبذلها الدولة والرامية إلى تخفيف العبء عن كهل المواطنين تواصل مبادرة كتف في كتف فعالياتها في جميع المحافظات ودشن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي في كفرشيخ فعاليات شهدت توزيع 21 ألف صندوق مواد غذائية إلى جانب توزيع الهدايا على الأطفال وسط أجواء احتفالية وزع منظم المبادرة المواد الغذائية على الفئات المستهدفة وفوانيس رمضان على الأطفال فيما اصطف مئات المتطوعين التابعين للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي للتوزيع المواد الغذائية مجانا على الفئات المستحقة جامس هات الرئيس الفتاح السيسي اللي احنا نوزع 20 ألف كرتونة بموادرة كتف في كتف للمواطنين الأقصر احتياجا في المحافظة ودي قال حاجة ممكن نقدر نعملها مكسوص الداخلين على شهر الكريم كل سنة وتوطمين ورمضان كريم فدي حاجة نوزحها للكرة في كفر الشيخ والمواطنين وإن شاء الله بإذن الله مش تبقى أول مرة تبقى في مرة تانية بإذن الله المبادرة تأتي تماشيا مع خطة الدولة للحماية الاجتماعية التي تم وضعها لتقديم الدعم الشامل للأسر الأكثر احتياجا على مستوى الجمهورية وتخفيف العبء عليهم بالإضافة إلى المساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة في كل المجالات